اشتركوا في القناة قبل ان نكمل لا تنسى وضع لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس كازادي المنتخب المغربي يضم لاعبين جيدين اسعى لتحقيق التأهل لنهاء العصبة رفقة الويداد اكد الكونغولي كازادي كاسونغو مهاجم فريق الويداد الرياضي في تصريح صحف عقبة ودية المنتخب الوطني ان الاخير يتميز بتركيب بشرية قوية واشار اللاعب الويدادي الى ان المغرب يضم لاعبين بمؤهلات فنية وبدنية عالية فضلا عن اسماء تلعب في اقوى الدورية الاوروبية واضاف قائلا قدمنا مباراة في المستوى وصححنا العديد من الاخطاء التي وقعنا فيها خلال اللقاء الويد الاول امام بوركينافاسو كنا اقرب لتحقيق الانتصار ومن جهة اخرى قال انه سعيد بما حققه فريق الويداد على المستوى المحل لهذا الموسم مضيفا بالقول علينا التركيز الان على مواجهة الزمالك اذ نسعى لتحقيق نتيجة ايجابية تهدين بطاقة العبور للمباراة النهائية وتعادل المنتخب الوطني وديا مع ضيف الكونغولي بهدف دون رد على ارضية ملعب مولي عبدالله في العاصمة الريباطة بعد التعادل وحيد خاليلوزيتش غاضب من اللاعبين وهذه هي الاسباب عبر وحيد خاليلوزيتش مدرب المنتخب المغربي مساء امس التلاتة عن غضبه من الاداء والنتيجة التي حسمت المباراة الويدية لأسود الاطلس ومنتخب الكونغو الديمقراطية وفي تصريحات صحفية عقب اللقاء قال خاليلوزيتش لقد تحدثنا كثيرا واعطينا كل تعليماتنا من اجل تسجيل الفوزي لذلك انا غير راد على التعادل واضف كان من الممكن ان نفوز بنتيجة عريضة غيرنا عدة لاعبين مقارنة بالويدية الاولى امام السينيغال وادخلنا اسماء جديدة ليسوا في قمة جاهزيتهم ووصل مدرب الاسود حذيته قائلا هناك من هو مطالب ان ينقص من الوزن وزاد قائلا اتمنى ان يكون بعد اللاعبين في جاهزيتهم البدنية في الوقت المناسب واوضح وحيد انه حقق استفادة كبيرة من مواجهتي السينيغال وكونغو مضيفا الامور الجدية ستبدأ بعد هذه المرحلة وختم وحيد خاليلوزيتش تصريحه بالقول سنبدأ الاعداد للمباريات الرسمية المقبلة بكل جدية وحماس لان هدفنا ان نواصل السير في النسق التصاعدي وان نستجل الانتصارات ويشار الى المباراة الودية التي جمعت المنتخب المغربي بمنتخب الكونغو يوم امس تلاتاء على ارضية ملعب ملعب اللاعب الرابط انتهت بالتعادل الاجابي هدف لكل فارق وجدير بالذكر سجل هدف الفارق المغربي اللاعب ناصل مزراوي في الدقيقة الـ 45 فيما وقع هدف الفارق الكونغولي اللاعب ويسايوان في الدقيقة الـ 60 من زمن المباراة صورة الراجاء يهنئ شباب المحمدية بعد صعوده الى القسم الاول هنأ فارق الراجاء البيضاوي لكرة القدم اليوم الاربعاء ندي شباب المحمدية وذلك عقب حجز البطاقة الصعود الى القسم الوطني الاول من البطولة الوطنية الاحترافية وتأتي تهنئة النصور الخضر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الشمائي وذلك بعد قرابة اسبوع على ضمان شباب المحمدية مكانا له في القسم الاول من الدور الاحترافي كان فارق المحمدية قد هنأ بدور الراجاء البيضاوي عقب تتويجه بلقب البطولة الوطنية الاحترافية للمرة الـ 12 في تاريخه نهاية الأسبوع الماضي كورونا تهدد مشاركة رونالدو أمام بارشالونا في عصبة الأبطال تلقى فارق يوفينتوس الإيطالي لكرة القدم ضربة موجعة بعد إصابة الدول البرتغالي كريسيان رونالدو بفيروس كورونا المسجد وكشف التقارير صحفية إيطالية أن رونالدو سيغيب بشكل مؤكد عن مباراة ليوفي المقبلة في الدور الإيطالي ضد مضيفه كارتوني يوم السبت إضافة إلى مباراةه الأولى في مسابقة دور أبطال أوروبا التلتاء المقبل ضد مضيفه دينامو كيف الأوكراني ضمن المجموعة السابعة التي تضم بارشالونا الإسبانية وفيرنسا فورش المجري ويخشى السيد العجوز أن تؤدي الإصابة إلى غياب نجمه عن المواجهة المرتقبة أمام بارشالونا الإسبانية في دور أبطال أوروبا والمقرار إقامتها يوم الأربعاء 28 أكتوبر على ملعب أليانس ستاديوم بمدينة طورينو وأوضحت التقالير ذاتها أن فترة الحجر الصحي تمثل كابوسا للنادي الإيطالي حيث من المفترض أن لا يخذع لها اللاعب لمدة عشر أيام على أقل تقدير وهو ما يعني أنه قد لا يعود لتدريبات البيان كونيري إلا قبل أيام قليلة من إقامة المباراة إذا جاءت فحوصته بالنتيجة السلبية جادير بالذكر إلى أن الاتحاد البرتغالي كان قد كشف في بيان عبر موقعه الرسمي أن نتيجة فحص رونالدو جاءت إيجابية بكوفيد 19 جلسة بين رئيس الرجاء وأمير مرتدى من أجل الحسن في مستقبل الأحتاد استغلت إدارة نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم برئاسة رئيس النادي جاود زيات ووصول بعثة نادي الزمالك المصري إلى المغرب مساء يومي التلتاء من أجل مناقشة مستقبل المهاجم حميد أحداد لاعب الزمالك والذي انتهت فترة إعارته للفريق الأخضر مع نهاية الدور الاحترافي وعلمت ماد بريس من مصادر مطلعة أن جاود زيات رئيس نادي الرجاء الرياضي سيجالس أمير مرتدى منصور المشرف العام بنادي الزمالك من أجل مناقشة إمكانية ضم الفريق الأخضر لللاعب حميد أحداد بشكل رسمي بداية من الموسم الكوروي المقبل وحسب المصادر نفسها فإن مسؤول الرجاء يعقدون أملا كبيرا على هذه الجلسة من أجل إقناع مسؤول الفريق المصري بتسريح أحداد بصفة نهائية للفريق الأخضر ووصلت بعثة زمالك المصري مساء اليوم إلى الضار البيضاء تحسبا للمباراة التي ستجمع الفريق الأبيض براجاء الرياضي الأحد المقبل لحساب دهاب نصف نهاء دور أبطال إفريقيا على أن تجرى مباراة العودة في الأربعة والعشرون من هذا الشهر بالقاهرة لويس أنريكي تحميل حارس المرمى دايفيد ديخيا وحده المسؤولية خطأ دفع لويس أنريكي مدرب منتخب إسبانيا عن حارس مرمى الفريق دايفيد ديخيا خاصة في الهدف الذي منيت به شباكه وتسبب في هزيمة لاروخة أمام أوكرانيا في كيف قائلا إن انتقاد الحارس خطأ وأوضح يمكن دائما فعل شيء آخر لكن تحميل ديخيا المسؤولية خاطئ خاطئ بوسعنا جميعا فعل ما هو أكثر من ذلك وأنا في المقدمة نتشارك جميع اللحظات السعيدة وأيضا الأوقات السيئة اشتركوا في القناة